أزمة المياه في سيد دخيل تتصدر الموقف مرة أخرى في ذيقار الأمر الذي دعا بوزير الموارد المائية إلى زيارة المنطقة ومتابعة ملف المياه فيها وإيجاد الحلول السريعة له مشاكل كثيرة يعاني منها شط أل إبراهيم في القضاء وتشكيل الرجال التحقيقية عليا بهذا الملف لوجود الشبهات فيها وجهنا كل كوادرنا لاتخاذ إجراءات لمعالجة مشكلة المياه في شط أل إبراهيم واليوم زيارتنا للطلاع على واقع حال والاستماع مباشرة من الأهالي سمعنا الكثير من الطلبات وأغلب هذه الطلبات هي حقيقة طلبات واقعية الهدف منها أنه ننهيهم من معاناة إيصال المياه لأراضيهم حتى يقدرون على الأقل موضوع زراعة شرب المياه هناك بعض الخوانق في هذه القناة قد تصل إلى أربعة كيلومتر هناك فرق في المناسب في نتيجة للتصميم فهناك أفكار لعادة التبطين من جديد في هذه المسافات الأهالي تحدثوا عن صعوبة الموقف الذي تعرضوا له نتيجة الجفاف الذي ضرب الأنهر الواصلة إليهم مؤكدين إن مناطقهم تعرضت للهلاك وإنهم لم يحصلوا على مياه الشرب حيث وجبر العديد من السكان إلى الهجرة خارج المحافظة بعد ان تعطلت مصالحهم وصعوبة العيش في القضاء المواشي انتهت والقرى هاجرت وما بقى إلا شي قليل ومحتمدين على المياه الجوفية والآبار وهي مالحة جدا وما موجودة وباقين على تفضل المسؤولين حاليا المقصرين طبعا يوميا ماكو ماي ولا أكو ماي ولا أكل شو ماكو سمعوا باللجنة ما الوزير تجي خابرنا المهندس قال ماكو ماي ولا أكل شو ماكو ناس هاجرت ناس عافت مضايفة ناس طلعت ناس ماكو خابرنا المهندس قال قلنا لليوم ين جان الماي قال والله ضغطه عليه من المحافظة فإن أنا أوصل الماي إلى الإبراهيم أهالي سيدة خيلة الذين يعانون من شح المياه منذ عدة سنوات لا تزال الحلول الحكومية لهم ترقيعية بحسب الأهالي لقناة التغيير الفضائية سلامة سرهيد ذيقار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة